مرحبا بيكم عزيزي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا حكم تارك الصلاة وخلينا نشوف السؤال من اسلام ويب السؤال بيقول ما حكم تارك الصلاة الجواب بيقول لنا قد اتفق لولماء على كفر من ترك الصلاة جحودا لها يعني اول حاجة اتفق لولماء على كفر من ترك الصلاة جحودا يعني مش هازي صلي اوه كده مش هازي صلي ويبقى ايه ده كافر لن نكمل الاجابة واختلفوا فيما اقربوا جوبها سبما تركها تكاسلا فذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله على انه لا يكفر وانه يحبس حتى يصلي ابو حنيفة قال ايه اللي يقرب الصلاة بس بيتركها عشان يعني يمكسل يحبس غاية ما يصلي وخلينا نكمل الاجابة وذهب الامامان مالك والشفحي رحمه الله على انه لا يكفر ولا يقتل حدا ما لم يصلي يبقى هنا مالك والشفحي قالوا اللي مش هيصلي مش بنكفره لكن يقتل حدا ونكمل الاجابة والمشهور من مسهب الامام احمد انه يكفر ويقتل حدا والامام احمد زي ما احنا بنشوف كده بيقول انه لا يكفر ويقتل يعني الامة الاربعة اتفقوا على ايه على قتل من لا يصلي سواء كفره او ما كفره شو نكمل الاجابة وهذا هو المنقول عن اصحاب النبي حكى عليه اسحاق الاجماع كما نقله المنظري في الترهيب والترهيب وغيره ومن الادلة على ذلك ما رواه الجماعة الا البخاري والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وما رواه احمد من حديث ام ايمن مرفوعا من ترك الصلاة متعمدا برئت منه زمت الله ورسوله وهنا بيستدل على ان ترك الصلاة ده كافر وده حديث رواه البخاري والنسائي والحديث بيقول اللي بيبين الرجل ده بين كفره وانه يعني مسلم ترك الصلاة وده رواه احمد من حديث ام ايمن مرفوعا من ترك الصلاة متعمدا برئت منه زمت الله ورسوله كمل الاجابة بيقول ايه وما رواه اصحاب السنن في حديث بريدة ابن الحسين قال قال رسول الله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وروا الائمة احمد والترمزية والحاكم عن عبد الله ابن شقيق قال كان اصحاب الرسول رسول الله لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة يبقى هنا بيأكد لنا بحديث تاني من كفر بحديث تاني بيقول ايه عن كفر من ترك الصلاة وقال ايه اللي بيننا وبينهم الصلاة اللي يتركها قد كفر كمان ان اصحاب النبي ما كانوش بيشوفوا حاجة غير ان اللي تارك الصلاة بيقول كده لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة يبقى الحاجة الوحيدة اللي بيشوفوها من الاعمال الكفر هي ايه ترك الصلاة ونكمل الاجابة بيقول ايه وقال الامام محمد ابن نصر المروازي في تعظيم قدر الصلاة قال ابو عبد الله سمعت يا سحاق يقول قد صح عن رسول الله ان ترك الصلاة كافر وكذلك كان رأي اهل العلم من لدن النبي الى يومنا هذا ان ترك الصلاة عمدا من غير عزر حتى يذهب وقتها كافر وزهاب الوقت ان يؤخر الظهر الى ايه الى غروب الشبس والمغرب الى طلوع الفجر وهنا بيأكد لنا ان ترك الصلاة كافر وان ترك الصلاة عمدا من غير عزر حتى يذهب وقتها كافر اللي ما عندوش اي عزر بس عايز الصلاة معتها يعدي ده كافر يعني وبعدين بشرح لنا يعني ايه ذهاب الوقت هو انه بيأخر الظهر ايه لغروب الشبس والمغرب للفجر وخلينا نكمل الاجابة وقال الامام ابن حزب روينا عن ابن عمر الخطاب رضي الله عنه ومعاز ابن جبل وابن مسعود وجماعة من الصحابة وعن ابن المبارك واحمد ابن حنبل واسحاك ابن رهوية وعن تمام 17 رجل من الصحابة والتبعين رضي الله عنهم انهم انترك صلاة فرد عامدا زاكرا حتى يخرج وقتها فانهم كافر ومرتل وبهذا يقول عبدالله ابن المجشون صاحب مالك وبه يقول عبدالله ابن حبيب الاندلسي وغيره وبعدها زي ما شايفين كده ايه كتب ومراجع قدامكم على شاشة كتير انا مش اقرأ كل المراجع لكن هتبن لكم على الشاشة كل المراجع دي بتقول ايه تارك الصلاة ايه كافر وفي نهاية الحلقة انا بسأل سؤال زي ما انتم شفتم كده حكم تارك الصلاة عمدا يقتل وانا عندي سؤال حكم تارك الصلاة يقتل دي علاقتك بربنا هل علاقتك بربنا بتكون بالاجبار يعني لو ما صلتش تتقتل تفتكر ربنا بيفكر كده اتجاه الانسان انت لو مش بتصلي عايزك تتقتل الاله الحقيقي مش زي ما صوروا الاسلام الاله الحقيقي عايز ان انت لما تيجي تصلي دي علاقة بينك وبين ربنا مش بالاجبار وانا لما ما صليش هيروحوا يقتلوني او اقتل واكفر لا فانا بسيب معاكم السؤال ده ربنا مش زي ما صوروا الاله الاسلام دي علاقة بيننا وبينه الله عايزنا نتبعه بارادتنا الحرة مش زي ما الاسلام بيقول يعني اللي ترك الصلاة هي اقتل وارتكو بيكم في الحلقة القادمة من برنامج سين وجيب اشتركوا في القناة